السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الدكور والتدبير المزلي مع امال اليوم بغيت نقدم لكم مواحد الاصفار سهلة ومفيدة في نفس الوقت سوف نحضر الرجلة في المغرب نسميها رجلة سوف نظر لكم النبتة كديرة هي هذه تكون موجودة في الصيف 8 هارخيس في المغرب نظر لهم القبطة كتباء عند يبيع القصغر الاسم لها اللغة عربية هي البقلة والفرنسية هي غنية جداً فيتامين ا لمفيد النظر فيها اوميغا 3 اوميغا 3 اكتر من الحوت نقلت عليها فيها نسبة عالية اوميغا 3 مفيدة للقلب والشرايين وايضاً هي مضادة للأكسادة يعني تحتوي على عناصر مضادة للأكسادة 8 هارخيص يعني أي واحد يقدر يستعملها سوف نرى هذه الوصفة اذا خاصتنا هذه الرجلة انا اخذت هنا جهج قبطات جهج قبطات هذا بخرتهم من الأحسن تبخر لانه لا تسلق لانه لا تسلق لانه لا تسلق اذا كنت بخرها وخذت هنا 6 ثومة غير فقط بخرتهم معها لانه يجبوني سهلين لانه الكامون الفلفلة حمرة أو بابريكا وشوية الفلفلة حارة أو الهريسة وكمية من الملح عصير ليمون أو الحامض وبالطبع ولا بد من زيت الزيتون إذا نشوفوا الطريقة مع بعضياتنا سوف نأخذ آنية سوف نسخنها سوف نضع فيها كمية من زيت الزيتون نضيفه التوابل الكمون فلفلة حلوة أو كميرة شوية حلوة الحاغ ملح حسب الزيت والثومة لا تجد لنجد زيت بالحرق نحلط الزيت 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 لأنها مبكرة والذي قمت نضيف الرجلة تشحر جيدا. في الصيف في الربيع الخبيزة أو البقولة وفي الصيف تعوضها هذه الرجلة ثم نضيف الحامض أو عصير حامض ثم نضيف 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 طبق رجلة تقدم كطبق مرافق أو مقبلة يمكننا نزينه بالحامض أتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتشاركوها مع المعارف وتشاركوه في القناة وشكرا